موسيقى أحلى تحية لمتتابعي قناة الحرة عسلامة مرحبا بك بوثاينة مساء الخيرات أسما مساءكم خير مشاهدينا هذه الحلقة إن شاء الله بتكون غنية بمواضيع مميزة وأيضا ضيوف مهمين لكن بوثاينة قبل ما نغوص في موضوع فقرتنا الأولى وهي عن علاقة المرأة بالتتو أو بالوشم خلينا نلقي نظرة سريعة على مضمون حلقات الليلة التتو لما بتعمل المرأة هي لغة لحتى توصل من خلالها رسالة هلأ بتعمد أنها تخفية لرسالة إغراء أو إثارة؟ دراسات أثبتت أن العلاج النفسي بارتبط لدرجة كبيرة بدرجة الشفاء هذه الجرائم تحدث بكل مكان ولكن إحنا بالأردن طبعا كنا صباقين في التصدي لهذه الطائرة إذا نحكي بالعالم العربي إضافة للبنان الذكور في المباراتهم بيحترموا المرأة الحكمة أكثر من أين ناحية سبب هذا الشيء؟ الخجل مثلا من المرأة؟ لا لا مش خجل للك حلوة أو إيش؟ إذن حلقة شيقة الليلة بمواضيعها الطبية والسياسية والاجتماعية ولنبدأ بالوشم وهو عاد عمرها أكثر من أربعة ألاف سنة مارستها المجتمعات القديمة لأهداف مختلفة أبرزها إبعاد الأرواح الشريرة والتقرب من الآلهة اليوم تحول الوشم يأسمه إلى طبعا مواضع جريئة بين الشبان والشابات قد يكون التعبير عن الذات والتفرد والتمييز لكن كالعادة وكسائر العداد في مجتمعاتنا حدود الممارسة تبقى مضطبطة بالجندر ومساحة التعبير بالوشم أوسع لدى الرجال مما هي عليه لدى النساء تقرير ونتابع التاتوى عمره أربعة خمسة آلاف سنة قبل المسيح وموجود بكل حضرات العالم قصة كتير كتير قديمة وبفتكر يعني التاتوى من قبل ما الإنسان يبليش يكتب ويحكي كان يعمل تاتوى التاتوى بالنهية غير إنه تعبير عن فكرة أو تعبير عن شعور أو تعبير عن حالة نفسية أو ظرف معين أو شي بدي قوله هو كمان شي جمالي التاتوى لأنه فيه ألوان وفيه يعني هو شكل أنا ملاحظ عم بينطلبه الكتيبة يعني فيه كتير 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 ناس بيقلك بدل ملاقي فكرة بالمعنى كيف بدي ترجم المعنى لصورة بعملها بكلمة فيه عندك عدد معين ما بيحبوا إنه يبين بيحبوا يعملوا بمطرح مخفى يعني بس صاحبة أو شريكة أو جاوزة بيحب بيشوفه أكيد فيه حالات استثنائية يمكن ما فيك تجزم الكل فيه ينس يمكن عملوا تاتوى وبعدين قالوا يقال له يا ريت ما عملتها بالمرة بتصير ريتا الخولي ودكتورة رولا مسلم أهلا وسهلا بكم معنا اليوم في هالفقرة الخاصة بموضتهن ولي من خلالها نتكلم عن موضوع التاتو أو الوشم وعليقتوب المرأة خلينا نبدأ معك ريتا وشفناك في التقرير اليدهور للتاتو اللي شفناهم هما اللي تاتو في جسدك أنت أغلبيتهم أنه مش كلهم أغلبيتهم كانت تحكيلنا على المرحلة العمرية اللي بديت فيها بيرسم تاتوهات في جسدك وشنو يمثلك التاتو في كل مرحلة بلشكي عمري 18 سنة أول التاتو وبعدين حسب يعني كل فترة حسب شو أنا بقطع حسب شو اللي الشي أنا بدي حطه وتذكره كل حياتي لقلي سو بيقطع يعني كل فترة بعمل التاتو وبيكون في شيء ذكريات يعني الذكريات ذكرياتك على جسدك مظبوط وبدأ لشيء وأندي لشيء دايما في شيء يعني بتكوني عم تنهي وعم ببل شيء نعم دكتور رولام شاهدنا في التقرير بأن النساء يعمدنا إلى إخفاء التاتو أو وضعها في أماكن ممكن إخفاءها ممكن إظهارها حسب الرغبة بينما ذكور أكثر جرأة في إظهار التاتو برأيك ليه طبيا هي لغة التاتو لما بتعمله المرأة هي لغة لحتى توصل من خلالها رسالة هلأ بتعمد أنها تخفية لرسالة إغراء أو إثارة بس في غير أسباب لحتى المرأة بتلجأ للتاتو خلال المراهقة في عندها وقت كانت هي لتعبر عن مرور من الطفولة إلى المراهقة لتبلش تستعيد ملكية جسمها لأن جسمها كان مش لقلة يعني بتحط التاتو إجمالة بمطرح ما يشوفوا أهلها بس بينها وبين حالها عم توصل رسالة أنه هذا المطرح لإليه لكن حتى ضمنيا وقتها تخبي التاتو كأنها معتقدة أنه جسدها مش ملكها ملك غيرها ملك المجتمع هي هذه الفكرة بالذات اللي بتخليها تحط التاتو بمطرح تتستعيد ملكية هذا المطرح تتستعيد ملكية جسمها لأنه معتبري أنه مش ملكها ملك أهلها ملك المجتمع بيتصرف فيه مثل مبادة في أسباب تاني اللي حتى المرأة بتعمل تاتو فيه يكون حالة نفسية عم تمرق فيها بتتعبر عنها لأنه هي بتبقى مش فهمينتها الحالة النفسية هون نحنا دورنا نشرح شو هي الأسباب شو اللي بيكمن ورا هيدا الشي أنه بتبقى مش فهميني شو الرسالة اللي بدأت توصلها ان كان لنفسها ولان كان للآخر أو للمجتمع بالتاتو هي لغة بتبعت منها رسالة مش على طول رسالة إغراء مثل ما تفضلت وقالت ريتا بتنبقى حالة نفسية عم تمرق فيها وبعلم النفس كمان نشوف حالات مرضية بالتاتو وقت اللي بصير يتشابه مع الإدمان على المخدرات أو على الإدمان على الكحول أو هوني منقول أهم شيء أنه وقت اللي بيكون في فقر بالتعبير الكلامي اللي هو أكتر شيء بخلي الإنسان يعبر عن نفسه يكون فهمين شو عم يحكي حدا يساعده شو عم يفهم شو عم يحكي وقت اللي بيكون موجود الكلام يعبر بالتاتو وقت اللي بيكون في فقر بالكلام يعبر بالتاتو ريتا طبعا أنت دائما فاهمة أنت إيش بتعملي لما ترسمي على جسدك لكن ودي أنتقل لك أنتقل معاك إلى الرد فعل المحيط أهل شريك أصدقاء ناس في الأماكن العامة كيف ردت فعلهم لك كامرأة يعني أول شيء أكيد لما تعمل تاتو ما بتكون عم تفكري بالرأي طبعا الآخر ما بيكون كتير مش بهمك بس بيكون أكتر بهمك أنت رأيك في أكيد بالأول النظرة أنه أنه عامل تاتو أكيد يعني أكيد ما بعرف قوية أكيد مش منيحة أكيد في أحكام جاهزة مسبقة مثل إيش؟ يعني مثلا يمكن الفكرة أنه تاتو يعني في فقه أنه هاي من فقه معينة أو شيء بس بعدين أكيد لما يحكوا معيك لما يشوفوا كتير بتتغير نظرتهم للفكرة يعني الفكرة إيش مثلا أنه هذه المرأة جريئة؟ بيخافون أنه كتير قوية يعني لجريئة أهل قد يعني كتير قوية يعني ما فينا عليها لكن محيطك أنت المقرب كما سألتك بوثينا محيطك المقرب الوالد الوالدة الأخوة اتخذوا زعلوا منك خاف منك الحبيب كيفاش كانت ردة الفعل؟ أكيد بالأول أهل شواء أنه لا شو هاي دي يعني أول واحدة قلت لهم شوبا تشوبس يعني طبعا السويسات يمكن تعيي سوري أطاعت أنه تلزيق أو شيء بعدين أنه خلاص عرفوا أنا كاركتاري كيف عرفوا أنا شو صوت أقبلوا الفكرة أنه والشريك أيضا يتقذل الشريك ما عمده أنه هيدا الشيء لا يدخل لا يدخل هكا نحبك هون يرولا نحب نعرج على نقطة إذا كان ريتة وهي من القليلات توري وتظهر ولا تنزعج من أنها تظهر التاتون تيحة هل يعني هذا إنه هي كأنها الممنوع مرغوب وكأنها تحب تتمرد على الكبت والغلق الخنقة التي وضحها المجتمع هلأ الواضح بشخصية ريتة أنه جريئة وشخصيتها وعاملة حياتها هي تعبانة بحياتها وصار في مجال الحديث قبل الحلقة يعني تعبانة على حالة أكيد بدأت تكون متحررة أكثر من الباقيات بس مش معنيتها هذا التحرر مثل ما قالت أنه هي صارت يبين نظر لنظرة غير أنا ما عم بعطي رأي أو عم كون مع نظرة معينة بس الأغلبية مثل ما تفضلتي وقلتي ما بيعترفوا بهذا الشيء أنا كنت حكي مع كذا كذا بنت أو ست عملين تاتو بيقولولك أنا بعملها لأنه مهضومة بس وحلوة بس في منهم بيروحوا بصيروا يقولولو للي عم يعملون التاتو بليز بدنا هون كرمي للإثارة يعني بيعتبروا أنه الإثارة لغيرهم كل واحدة بتحط تاتو بتنفي أنه هي عم تعملها للإثارة بتهز راسها طبعا ريتة يعني تاتو مش لمين مكان أول شي مش لمين مكان تاتو مش مش مودال مش أكساسيريز تاتو هي مثل ما هادي بيقول أنه في ناس معينة بقدر يعملوا تاتو ويوصلوا هن لقلهم شو جرل السنة على كل أظن كل تاتو يبرز إمرأة معينة بشخصية معينة كل واحدة مختلفة على الأخرى نشكروكم ضيفاتنا نشكروك دكتورة رولا مسلم على إدلائك بكل هذه المعلومات وأيضا ريتة خولة نشكروك فعلا على حضورك معنا وبعد الفاصل لمشاهدينا في فقرة صحتك باش نتكلم عن سرطان الثدي ونسأل عن الدور المعنوي للطبيب والزوج والعائلة والمقربين لمحاربة هذا الغول سرطان الثدي مشاهدينا في وجهه الطبي والنفسي بعد قليل افقوا معنا يعد مرض سرطان الثدي الشبح الذي يهدد راحة النساء النفسية والجسدية وينقص من رمز أنثتهم وأمومتهم هذا المرض لا يؤثر على حياة المريضة وحسب بل على حياة المقربين منها كزوجها وأولادها وولديها وأصدقائها وزملائها الذين يجدون حياتهم قد افطربت نتيجة إصابة شخص عزيز عليهم بهذا المرض صحيح وهم بالتالي يلعبون مشاهدينا دورا أساسيا في علاج المريضة إلى جانب طبيبها ودعمهم المعنوي والنفسي يشكل همزة الوصل بينها وبين وصولها بإذن الله إلى الشفاء من خلال مراحل العلاج الذي تتلقاه ليلة عجم امرأة لبنانية صارعت سرطان الثدي وانتصرت والحمد لله نتابع هذا التقرير كنت قاعدة عم بعمل براشنج لشعراتي فبما أنه في براشنج ما بسمع بس عارفت أنه رقمه للحكيم فضهرت لبرات السالون لحتى أسمعه شو عم بيقلي فأجي قلي ليلى طلع معك كانسر بصدرك اليمين هيك قلي قلت لي شو يعني كانسر؟ قلت لي يعني تيومر بصدرك اليمين قلت لي يعني مش عم بيستوعب شو عم بيقلي الحكيم هو كيف بيكون الواحد مريض يا عنده بالعائلة اللي حتى بشك بحاله بروح بيمفحص يا أما حاسس بحاله بشي حاسس أنه فيه تغيرات بجسمي يعني في شي مؤشرات بتقول أنه أنا مريضة هالمؤشرات مش موجودة عندي أواز شاك أنه أنا بكل تواضع وحدة بتعمل رياضة بيكل هالتي فود أنه هايدي الماما اللي بتظهر من الصبح لعشية يالي بتروح بتعمل رياضة يالي بتاكل بتاكل وبالطعمينها كله أكل هالتي ما قول تكون مريضة خوتو ببيروت ولاد الأربعة كانوا جنبي عندي بنت نور اسمع كانت مبلشي شغلي جديد دغري عملت استقالت من شغلة لحتى شي ديفوت هيرسلف تركت كل نفسها لإلي عندي بنت ساكني بهيوستن أجد قعدته عندي بفترة العلاجات وعندي بنت بلوس أنجلوس دلت قاعدة معي وابني فالأربعة أولاد حطوني وقاعدوا كثير مؤمنة بالله كثير وديما بقوله إنه شو بدك أنا مستعدة ما بعرف طبيعتي وزادت عندي كله شوفه حلو كله بعمله إكسكيوز على منيح مشيليك يمكن كمان أنا ريحت عائلتي أنه أوكي هيك الله رائد نرحب وجودك معانا دكتورة سنة أحوامضة أنت أخذ صيئة صحة نفسية وأيضا بدكتور علي شمس الدين وأنت الطبيب المعالج للسيدة ليلة عجم التي شاهدناها قبل قليل في التقرير الحقيقة سيدة ليلة عجم أشادت بوقوفك إلى جانبها معنويا خلال فترة العلاج وهنا يطرأ سؤال هام جدا كيف ممكن أن الطبيب يخرج أو يضطر إلى الخروج خارج الإطار التقليدي للعلاج يعني سرطان الثادي أو سرطانات عموما نتعامل معها كأن مرض مزمن وليس شيء تابو يعني شيء خطير فمهمة كثير الانطباع الأول للمريضة خصوصا بسرطان الثادي لأن معظم مرضانا صغار بالعمر يعني تحت عمر الخمسين الزيارة الأولى للسيدة للطبيب كثير مهمة ويمكن من الأسباب جعلت سيدة ليلى ترتبط أكثر بطبيبها هو الزيارة الأولى لأن الطبيب لازم يعطي كثير وقت لهذه الزيارة لازم يعطي للمريضة تفسير أن هذا مرض ليس خطير لازم يعطي للمريضة وخصوصا إذا كانت صغيرة بالعمر أن المريضة والطبيب والعيلة لازم يكونوا مع بعض ليكافحوا هذه المرض نحن من هنا نستشف أن الدعم المعنوي الذي يقدم الدكتور يظهر لأول شخص قبل حتى الأهل هام جدا ونحب نمشي للطب النفسي ونتي دكتورة صحة نفسية كما قلتنا قد يش هام الطب النفسي للأورام في أنه يساعد ويساند المريضة خلال مدة العلاج نحن دائما من آمن أي تغيير جسدي يقول له إنعكاسات نفسية بالنسبة لمرض السرطان الثدي هو أصلا من الأساس ستيجماتايز أولا لأنه يصيب أنوثة المرأة هو يصيب عضو يمثل أنوثة المرأة بالإضافة إلى أنه دائما ارتبط هذا المرض بالموت فهي المسكنسيبشنز هاي بتأثر كثير على حتى على العلاج ودرجة الشفاء للمريض فعنا كثير من الدراسات أثبتت أنه العلاج النفسي بارتبط لدرجة كبيرة بدرجة الشفاء هذا علميا أثبتها علميا أثبتها وبيأثر كمان على زيادة فرص العلاج طبعا هاي الدراسات استندت إلى علم المناعة العصبية النفسية وهذا العلم برى بشوف أنه تحسين الحالة النفسية للمريض بزيد من قدر مقدرته وبرفع من مقدرته على المقاومة صحيح هاي الدراسات في بدايتها لكنها مستمرة وبتبشر بنتائج إيجابية كبيرة نعم ودعم المعنى والمحيط هل يدفل ضمن هذا العلاج النفسي؟ بالزبط هاونا بيجي الدور الدعم وشفنا كمان بالتقرير قديش كان لها ساعدها على أنها تتخطى وبالإضافة إلى زي ما ذكر الدكتور الفهم على طبيعة المرض كتير مهمة أنها تعرف طبيعة المرض المرحلة اللي هي فيها وكمان العلاجات اللي إلها وإيش بيكون دورها ودور الطبيب المعالج والفريق المعالج وحتى الكميونيتي إيش الريسورس اللي إلها في الكميونيتي كدعم دور الوعي وصحي دكتور علي حابنا نفهمه هل صحيح ما يقال وما يشاع أنه مرض سرطان الثدي يصيب النساء أكثر من الرجال وكان تعطينا نسبة تواجد هذا المرض في العالم العربي؟ أكيد من عوامل الخطورة إن كونك أمرأة يصيب نسبة السرطان ويمثل حوالي تلت حالة السرطان بين النساء حوالي 20% من نسب السرطانات عموما رجال ونساء الرجال بيصابوا بس بنسبة لا تتعدى 1-2% نادرة يعني نسبة نادرة 1-2% بنسبة للعالم العربي إذا عملنا مقارنة بالعالم الغربي بنلاقي أنه نسب الإصابة بتتفاوت من البلاد العربية مختلفة ونسب اكتشاف المرض وهذه تنعكس على الوعي أكيد والحملات توعية فحص مبكر يحتاج إلى توعية أيضا نفس حيثيات المرض يعني المراحلة راح تمر فيها المريضة كلها بحاجة إلى توعية محيطها بحاجة إلى توعية برأيك التوعية مهمة من؟ التوعية مهمة الأجهزة الطبية الموسؤولة بالدولة أول شيء وزارة الصحة وأكيد الأطباء بيشاركوا بجزء منها والجمعيات الخيرية يعني إذا أخذنا أمثلة بلبنان بلشنا التوعية بالألفين واثنين أكيد كانت بالأول خجولها النشاطات واتخذت على نطاق الجمعيات العلمية ثم عملنا تنشيط للجمعيات التي تعني بشؤون المرأة وشؤون سرطان الثدي ومهمة كثير بقصص التوعية ليس فقط نضع إعلانات ونزيع بالتلفزيونات مهمة كثير أن نذهب للمناطق النائية التوعية وهذه كانت مهمتنا بالبداية أنا شخصيا كنت أذهب إلى الضياء وأعمل محاضرات وجمع المرأة مع زوجة مع ابنة ونعطيهم هذه الدروس التي تنعطيها بطريقة سهلة وطريقة كثيرة توصل لهم وتعطيهم فرصة يشاركوا ويعطوا أسئلة وأجوبة جميل دكتورة سناء المرأة نعرف أنها في فترة العلاج تمر بمراحل فما مرحلة العلاج الجراحي ومرحلة العلاج الكيميائي ويظهر لي في المرحلة المرأة محتاجة وتوافقني دكتور علي محتاجة للعلاج النفسي في أي مرحلة أكثر هي محتاجة للعلاج النفسي وهل الزوج يكون واعي يعني يتم توعيته من خلال الطاقم الطبي بالمرحلة الأهم التي تحتاج فيها شريك توليه لأنهكاسات النفسية تتغير من مرأة لمرأة بيعتمد على تعليمها على وعيها على فهمها للمرض كل مرحلة في إلها أثار نفسية على المرأة وعلى عائلتها فلازم يكون في معرفة أي شيء اللي بيمروا فيها ويكون في عندنا يعني دعم أو تفهم وكمان في عندنا تطبيع في عندنا راح يكون بالنسبة للرجل لازم يفهم أنه في تطبيع على عاطفي جديد في تطبيع على حياتي في تطبيع مادي كل هذه المجتمعات بتساعد على أنها تشعر المرأة أنها ليس على العائلة هم موجودين مش عبق هم موجودين والمسؤولية خاصة خلال العلاج الكيميائي يظهر لي أكثر فترة تتعب فيها المرأة بالصبت هو ممكن نحكي العلاج الكيميائي لأنه فيه الأعراض الجانبية فينا العراض التي نرى مثل تساقط الشعر التقيق كمان ممكن يؤدي إلى تضخم في بطانة الرحم لانقطاع الطمث فكلها تهاية هي بحددها ضغوطات نفسية على المرأة بالإضافة إلى التشخيص صحيح فالتفاهمها أنا دائما أكد اللي حكي دكتور التفاهم والوعي بيخلي إلى تغيير يعني بيغير النظرة للمرض وبيقوي زي ما حكينا في بعض الدراسات نعم دكتور علي أنت أيضا في إطار دعمك المعنوي للمريضة بتجلس مع أقرباءها الزوج الشريك الأولاد بتحاول تأهلهم أيضا أكيد هذا الشيء من واجبتنا ومثل ما حكينا الاستيعاب أهم شيء الاستيعاب وهذه الزيارة الأولى مهمة كثير أنه ليس فقط المريضة توضح حجم المشكل للمريضة وللأهل وأنه طرق الحلول معروفة ومدروسة وبالنهاية بدنا نوصل لبر الأمن هذا أهم شيء الاستيعاب لهذه الفكرة إذا المريضة والأهل استوعبوا الفكرة تحلت كل المشاكل سيدة ساني حوامض حكينا على المريضة المحتاجة لدعم نفسي لكن ماذا عن المحيط وعن الصحة النفسية للمحيط الأبناء خاصة اللي يكونوا أرهف حسا هوني يكون فما تأثير ولا اعتناء بهم نفسيا بالضبط لازم يصاحب لكل مرحلة سبورت للعائلة لأن العائلة تلعب دور كبير بدعم وتقبل المرأة المصابة بالنسبة للدراسات أثبتت أن الأسرة تتأثر بصير عندها سمي الإرهاق العصبي ممكن يصير فيه عنها اكتئاب ممكن يصير فيه عنها القلق العام كل هذه العواطف السلبية الناتشة عن هذه الأثار النفسية أو الجانبية أو تداعيات المرض كلها لازم نحاول أنه بالبداية نحدد وجودها ونتعامل معها على حدة لأن ممكن تأثر في النهاية على المريضة نفسها بتزبط وتأثر على أنها كمان تتقيد لأنه كثير ممكن هي كثير من الحالات المرأة ما بتتقيد بالعلاج مش كونها مش متفاهمة أو متوعية يعني خايف 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 من المجهول مثلا كثير من الأهل بتلاقيهم مجرد ما صار في حالة سرطان بيعلنوا الحداد المبكر بيكونوا بيعملوا عناية زائدة للمريضة نفسها بيصير عندهم خوف من المجهول وهذا كل يعني متعارف عليه وأنتي أخبرتين أنه التأثيرات النفسية هذه كلها قبل قليل بالفعل أثبتت علميا تأثيرها على الصحة على المريضة وعلى المريضة المحيطة فيها دكتور علي معروف هناك عملية بناء الثدي أو إعادة بناء الثدي بالفعل ممكن تأثر فيما بعد على تحسين حالة النفسية للمريضة بعد مرورها بكل المعاناة أكيد وعلى علاقتها بشريكها أيضا هذه قصة البناء الثدي إذا كانت عملية استقصال كامل للثدي عمنا عمله بما أن فيه اكتشاف مبكر هالأيام أكتر من غيره فمعظم الحالات اللي عم نشوفها استقصال جزئي للثدي فقليل ما بنحتاج عملية بناء قليل ما نحتاج إذا فيه استقصال جزئي اكتشاف مبكر بيه بحجم الورم كتير صغير فلا نحتاج إلى استقصال الثدي كاملة وإذا فيه الترعينا وعملنا إجراء عملية استقصال كامل لسبب ما نشجع المرأة لعمليات الترميم أكيد وتعطي انطباع نفسي كتير مهم هوني دكتورة سناء بعد عملية بناء الثدي هل تواصل المريضة جلسات مع الدكتورة النفسي حتى ترمم وأيضا تبني مرة أخرى راحتها النفسية بالزبط عملية الترميم أو بناء الثدي بتلعب دور كبير لأن المرأة تستمد ثقتها من نظرتها إلى جسمها فبتلعب دور كبير دورنا نحن هون نكفي معها لأن فينا المراحل العلاج من عند التشخيص لما بعد الشفاء المبعد الشفاء يعني فيها التعايش عملية تغيير في الحياة سيصير في تطبيع في جميع مجالات الحياة فالأفضل أن نكفي معها حتى بعد الشفاء وأثبتت العمليات كما تفضل لدكتور بأنها تلعب دور كبير بإرجاع الثقة للمرأة بنفسها مرتبط دائما سرطان الثدي بقضية التوريث أو الوراثة إذا في تاريخ طبي بالإصابة ممكن البنات التي أمهم أو خالتهم تصاب ممكن أنهما سير عندهم خوف مزمن مثلا من الإصابة نبدأ نقول عن دور الوراثة الوراثة لا يتعدى دور الوراثة بسرطان الثدي أكثر من 5 إلى 7 بالمئة فبالتالي نرجع لنقطتنا الأولى التي حكناها أكثر مرة هي التوعية فالعلم بالشيء هو قوة بحد ذاته هذا بالإضافة إلى أنه المهم أنه يكون في انتظام وفي مراجعة تكون هي عارفة أنا عندي النسبة بالتالي أنا شو دوري متى بابتدي أعمل الـ متى بابتدي أعمل مثلا أروح أراجع طبيبية على أساس أعمل هناك فهي الأهم أنه نركز على إيش دورها وإيش يطلب منها فهذا بحد ذاته يقلل من الخوف نعم جميل عند البنات أو المساب نعم أشكر وجودك معنا جزيلا شكر دكتورة سانا أحوانضة وأيضا أشكرك جزيلا شكر دكتور علي شمس الدين على هذه المعلومات المثرية حول سرطان الثدي مشاهدين التالي ستكون معنا فقرة سياسة امرأة جرائم الشرف في الأردن القوانين عدلت لكن الثقافة الاجتماعية يا أسما بقيت كما هي هذك عليش نتسائل متى يصبح مرتكب الجريمة مرفوضا من مجتمعه ابقوا معنا فاصل ونعود مشاهدين حققت الأردن تقدما واضحا في المجال القانوني لكبح ما يعرف بجرائم الشرف القانون الأردني اليوم لا يحمي مرتكب الجريمة ويفرض وجود عنصر مفاجئة لنيل أحكام مخففة هذا التقدم جاء ثمرة نضال طويل للجمعيات الحقوقية الأردنية والمجتمع المدني وكذلك العائلة المالكة لكن القانون وحد لا يكفي لازالت الثقافة الاجتماعية على غرار دول عربية أخرى تتقبل هذه الجرائم وتبرر ارتكابها لتحول الاهتمام الحقوقيين من مسألة القانون إلى جهود التوعية تقرير مشاهدينا ونواصل بعد تسعة أعوام من تعديل الحكومة الأردنية قانون جرائم الشرف وترك الحكم لقرار القاضي أصبحت مؤخرا عقوبة هذه الجرائم في الأردن السجن لمدة اثنتين عشرة سنة وتعطي المادة تلتمية أربعين عذرا مخففا لمرتكبي جرائم الشرف في شرطين أساسيين هما المفاجأة والتلبس وقد حاولت الحكومات الأردنية ومنظمات النسائية الضغط لتعديل هذه المادة أو إلغائها لكن كافة مجالس النواب السابقة رفضت هذه التعديلات يأتي هذا القانون بعد معاناة مريرة مع واقع جرائم الشرف طالت نسبها أكثر من عشرين امرأة سنويا أرحب بي ضيفتي من الأردن أستاذ أنعام العشام من منظمة سيسترهود مرحبا بك أهلا بك وأيضا رناح حسيني الكاتبة والصحفية والناشطة الحقوقية مرحبا بك أهلا بك أبدأ معاك رناح إذا سمحتيلي يعني الآن ما يعرف أو ما يسمى بجرائم الشرف في الأردن ما هي أسبابه؟ طبعا يعني إذا نطلع الأسباب نحكي أنه هذه الظاهرة موجودة منذ القدم منذ العصول القديمة وإذا ندرج بالتاريخ نجد أنه العنف ضد المرأة كان متواجد في كل المجتمعات وحتى في بأوروبا إذا نحكي بالعصور الوسطى كانت المرأة تعتبر ساحرة أو إذا تم إذا ارتكبت الزنا كان يتم معاقبتها وحتى بالعصور القديمة كان يتم معاقبة المرأة أحيانا والرجل لا تتم معاقبته فيعني أنا برأي أنه هذا مش شيء يحصل مش شيء يحصل حاليا أو هو مرتبط بدولة معينة أو دين معين أو طبقة معينة أنا برأي من خبرتي ببحثي 17 عام بالموضوع هاي الجرائم تحدث بكل مكان ولكن إحنا بالأردن طبعا كنا صباقين في التصدي لهذه الضائرة إذا نحكي بالعالم العربي إضافة للبنان لأنه لبنان اشتغلوا كثير على موضوع القانون تختلف من منطقة الأخرى الحساسية في الأردن حساسية ضد متوقع أنا نفس الشيء أنا بتوقع بالمنطقة العربية إذا نحكي كمنطقة عربية بتوقع أنه تفكير تقريبا نفس الشيء يوجد تفكير ذكوري يحمل المرأة في الأردن أقصد من منطقة الأخرى من بلدة الأخرى تختلف الحساسية من عشر لا أنا حسب ما شفت حسب ما غطيت تحدث الجرائم بكافة المحافظات والمدن يعني في ناس بعتقدوا أنها تحدث أكتر بالمحافظات مثلا ولكن أكثر الأرقام المبلغ عنها هلأ بالمحافظات يعني ممكن ممكن أنه تحصل جرائم لا يتم تبليغ عنها ولكن العدد مش كبير يعني توى سيدة رنة نعرف أنه عدلت المادة الـ 2440 مادة العذر المخفف ووقف العمل بالمادة 98 من قانون العقوبات نحب نعرف مع هذا التقدم في القانون على أرض الواقع هل نلمس أنه صحيح فما تدني في نسبة جرائم الشرف ولا الحال على حاله يعني السنة تبلغت عن 14 حالة مقارنة بالسنوات الماضية مثلا السنة الماضية مع نهاية شهر 12 كانت 22 حالة فبتوقع أنه ممكن يكون فيه تدني ولكن صحيح بكثير أنه نعرف لأنه في حالات ممكن لا يتم التبليغ عنها أو حالات تسجل كانتحار أو غيرها أو في عندنا أكثر من حالة سنة طلعوا القتلة ناس مجنونين نفسيا وأنا هاي أول مرة بسمع فيها يعني بالأردن أنه صار أنه أكثر من واحد لبسوهم هاي القص هل ممكن هذا صح وممكن هذا خطأ ولكن بشكل عام أنا زي ما حكيت أنه أهم شيء عنا أنه صار فيه وعي كبير وأهم شيء أنه فيه صار كمان حوار مجتمعي وحوار بالصحافة وأنا بأعتقد أنه هذه هي الطريقة لتغيير هذه المفاهيم أنه يكون فيه حوار هو الحوار هو اللي بغير كل شيء هو اللي برفع الوعي عملكم الحقوقي أستاذة إنعام الآن كمنظمة نسوية هل برأيك يجب أن يوجه أيضا كما قالت رانا نحو التوعية أكثر توعية من أجل تغيير المفاهيم الثقافية أكثر من القانون أو العمل على القوانين هو بصراحة الجملة التغييرات اللي صارت على القوانين بما فيها المادة 340 مجاش من فراغ أصلا كان نشغل من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية على التعديلات القانونية تغليض العقوبة عشان تكون رادع لكن العمل باتجاه القانون اللي واحده لا يكفي نحن فهمين من الأصل أنه دورنا لازم يكون باتجاهين نشتغل من مسارين بنفس الوقت باتجاه تعديل القوانين وتغليضها وتشديدها وحتى التغيير بذهنية القضاء لأنه هم اللي يصدروا الأحكام والقاضي عادة عنده الحد الأعلى من العقوبة والحد الأدنى وهم جزء مهم من هذه العملية والاتجاه الآخر بنحو تغيير الثقافة المجتمعية لكن زي ما أنت عارف التعديل بالقانون هو مش سهل صعب لكن الأكثر صعوبة اللي تغيير باتجاهات الناس وثقافتهم هذه ثقافة متجذرة ما رح تغيريها أنت بسهولة لكن إذا غلظنا القانون من ناحية واشتغلنا على وعي الناس من ناحية ثانية بيحتاج له وقت لا يصير تلمسي آثاره وعمل بالتوازي بالضبط بالإضافة إلى أنه عامل منظمات المجتمع المدني كل الجهات حتى هناك إرادي سياسية واضحة نحو التقليل من هذا النوع من الجرائم وأجم من خلال المصادقة على التعديلات القانونية أو السعي للتغيير وزي ما حكت رنا السنة لحد هل إحنا شهر 12 وعندنا 14 جريمة معلنة أنا بحكي لكن بالقياس مع سنوات سابقة وصل في بعض السنوات قديمة لثلاثين حالي وخمس وعشرين فهل إلا ما بتقولي 14 بشهر 12 خلص معناته نلمس بعض التغيير بالإضافة أنه تغلض العقوب أنت ما بتعرف في كم شخص يعني ارتدى من مجرد ما سمع أنه هناك حكم قد يصدر بـ 15 عام أو 20 أو 10 قياسا بالإحكام المخففة السابقة يعني بتضفيهم فبيطلع في نتيجة يعني نفهم أنه القانون مع الوعي اللي هو أهم ينجموا يعطيوا نتيجة إن شاء الله على أرض الواقع نلبسوها تتكلم في كتابك أنا بدي أحكي أنه هذا الشيء مش رح نقدر نلمسه هلأ يعني لحد ديتما المجتمع يستوعب أنه إحنا بدون الناس يأخذوا أحكام مشددة وفيه وعي بدون يأخذ وقت يعني مش رح يصير يعني مش بكرة رح نلمس أنا بتوقع من أربع إلى خمس سنوات نشوف فيه إنحلال هذا أملنا ونحب نعرج على كتابك القتل باسم الشرف وفيه تتكلم على أنه الحياة أقل قيمة من الشرف مفاهيم كما هذه متجذرة ومغروسة في الواقع كيفش تنجم تبدلها طبعا أنا بكتابي يعني بالفصل الأخير أنا نفسي بسأل بسأل وبحاول أواعي الناس إنه ما هو ما هو مفهوم الشرف شو مفهوم الشرف عند الناس إحنا للأسف الناس مفهوم الشرف عندها يدور حوالين المرأة ولكن إحنا أنا عم بحاول أذكر الناس إنه كلمة الشرف هي كلمة كتير مهمة وكلمة تحمل كتير من الأمور الجيدة الشرف إنك لا تسرق الشرف إنك لا تقتل الشرف إنك لا تكذب الشرف إنك تشتغل وتكسب لؤمة عيشك والشرف أنك تساعد الناس والشرف أنك تشتل بصدق كلمة الشرف كلمة كثيرة كبيرة وإحنا لازم كمجتمع عربي نفهمها لأنه إحنا مشاكلنا أصلا كلها أنه إحنا فاهمين الشرف طريقة خطأ عشان هيك إحنا كل معظم الناس فتحك بوجهك بتكذب بعملوا كثير من الأمور الخطأ وبعدين بيجي بتمسكوا بس بشرف المرأة الشرف أنك تتمسك بالأشياء الحلوة الموجودة بمجتمعنا وليس شرف المرأة إذن هو أكثر من موضوع الشرف قد يكون تضحية المرأة تكون أضحية من أجل الجماعة والتمسك بالجماعة وعدم نبذهم للأسرة يعني هو تم ربط للمفهوم الشرف بجسد الأنفة تحديدا حصريا ومش بكل جسدها بجزء من جسد الأنفة بجزء تناسلي نعم ونوع واحد من السلوك وهذا مهين يعني مهين لكلمة الشرف ومفهوم الشرف في هذا الإطار ماذا تفعلون أنتم كمنظمة تضامن نسائية في سستر هدو جلوبل الصحيح في جملة من المسارات التي نشتغل عليها الأكثر زي ما حكيت لك اشتغلنا بشكل جاد من سنوات طويلة مع منظمات أخرى يعني مشلحاننا باتجاه تسليط الضوء على النصوص التمييزية فيما يتعلق بقضايا النساء عموما وفيما يتعلق بالنصوص التي يتطبق في خلال الجرائم القتل على خلفية تشارف نحو تغليظ العقوبة تشديدها اشتغلنا مع الإعلاميين أن نصلت الضوء أكثر على هذا النوع من الجرائم اشتغلنا مع رجال الدين أنه يكون جزء من القضايا التي تناولوها بشكل دائم تعرف أننا الأذن تبعات الناس هي أذن دينية إلى درجة كبيرة وبالتالي المخاطبات ذات الصبغة الدينية قد تجد صداها بشكل واسع اشتغلنا على التوية وبصراحة أكثر من التجهلة قطاعات الشباب أننا مجتمع العردني هو مجتمع شاب أو مجتمع فتي فنشتغل مع الجامعات مع الطلاب المدارس لا نغفل الكبار السن لكن أكثر مع القطاعات الشبابية نصلت الضوء حتى على المناهج التي فيها بعض الكالتر التقليدي أو التمييزي ضد النساء وهذا زي ما حكيت لك أنه يحتاج وقت لتبين أثاره بشكل واضح لكن كمان في أثار نحن لا يمكننا أن نغفل هذا الدور ونقول لا والله لأننا عم يشتغلون الناس اللي عمرنا واللي قبلنا من سنوات طويلة وبالتالي أي نتاج إيجابي فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا النسوية أنا أعتقد أنه أجل نتيجة عمل جماعي من أجيال مختلفة كل التوفيق الله يخلي سيدة رنة المبالغة في تقوس القتل باسم الشرف نلقاها احتفالية نلقاها مصحوبة بزغارية نلقاها السيدات وهذا اللي يقهر السيدات هم هنا أولى الواقفات المحتفلات اللي زغرتوا هذا كله شنو دلالته للأسف طبعا هذا برجع للتربية الخاطئة والمناهج المدرسية زي ما تفضلتي تلعب دور كبير إحنا المناهج المدرسية بكل عالم العربي مشبعة بالصورة التقليدية للمرأة تربية عندنا دائما أن المرأة لازم تكون خاضعة وتأخذ الأوامر من أخوها ومن أبوها ومن الذكر بالعائلة ليس لديها خيار في جسادها طبعا بالنسبة للمرأة والزغارية وغيرها أنا في أم أتلت بنتها في قضية وأخذت سنة عليها أنا أعتبر أن النساء بالعائلة نوعين يوجد لنساء اللي بيعرفوا أنه طبعا هم ضد القتل ولكن ما باليد حيلة بقول لك إذا وقفوا ممكن يقتلوهم أو يقدوهم أو إذا كانوا يطلقها تصفي أنه هي جزء من العملية اللي عملتها البنت وجزء الآخر فعلا بسبب المخدرات تعتقد أن البنت لازم تقتل وحتى تكون درس وعبرة لغيرها نعم لو المرأة يعني ضبطت شريكها في حالة زنا وقامت بقتله من أجل شرفها أو شرف العائلة هل القانون يتعامل معها نفس معاملة الذكار والمجتمع كيف؟ طبعا القانون تم تغييره تم تعديله أنا أصلا بشكل عام كناشطة أنا ضد أي شيء يعطي عذر أنه إنسان يقتل بالقانون ولكن طبعا إحنا نحترم القانون الأردني هو موجود بكل القوانين عندنا تم تعديل القانون وصفة أنه إذا المرأة تفاجأ بزوجها فقط ببيت الزوجية مع امرأة أخرى فهي لا تستفيد أيضا من عذر من خصوص يعني في قتيل مو مشكلة بقتيل مش مشكلة يعني هوني نتجعوا بسيارة مش مشكلة نعم أستاذ أنعام الآن في الخطط إن شاء الله المستقبلية أو ما تطمحون إليه مستقبلا بخصوص موضوع جرائم الشراف في الأردن أنا قبل الخطط أريد أن أحكي لك أنه أنت حكيت على المرأة لما تكون شريكة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم بصراحة هذا في نوع من الظلم حسب وجهة نظري وحسب مشاهداتي المرأة هي جزء من هذه الثقافة ليس خارج الثقافة وإذا شارك البعض منهم هم قلة قليلة وعلى الغالب هي تكون مدفوعة بالخوف مدفوعة بحالة الرعب تعلن برائتها وتعلن إدانتها لهذا الفعل عشان تحمي نفسها فهي بالتالي هي ليست حرة معبأة هي بالأساس هي معبأة أصلا كل الثقافة هي أصلا معادية وثقافة غير صديقة للنساء فلش نطلب من المرأة تكون خارج هذا النص ومشاركاتها إذا أنتقستيها بمشاركة الرجال هي مشاركة محدودة جدا هناك تحرض مجتمعي هناك تعبئة مجتمعية للجميع وربما تكون المرأة في بعض القطاعات استهدفت فيما يتعلق بالخطط للمعهد أو لمؤسستنا فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم أو جرائم العنف ضد النساء في مجموعة من المشاريع نشتغل عليها أبرزها يمكن التوعية، التثقيف، التعليم نشر الثقافة القانونية والأهم من نشر الثقافة القانونية توعية الناس بالقوانين بما لهم وما عليهم في المناهج نفسها بالمناهج وحتى نحن ندخل نشوفوا بالجامعات ندخل بمخذين ساعات حرة أو ندخل ضمن أنشطة التدريب أو رش العمل لكن لم تدخلوا أي مادة في مواد المناهج لا تدخلوا لحدهم لا لا، ليس في المناهج نحن ندخل موازين للمناهج شيء ثاني المسؤول عنه وزارة التعليم وزارة التربية ومؤسسات رسمية نحن منظمات مجتمع مدينة نحن نأخذ مسارات أخرى مختلفة وأنا بعتقد أن هناك مساحة من الحرية متاحة من الجامعات الأردنية بنشتغل عليها أكثر أنا بركز زيما على التوعي بالقانون أو بنسميه دائما نحن محول الأمية القانونية ما عادش في حدا عنده أمية قانونية بالمطلق لكن التعريف بالقوانين حتى داخل السجون نحن في برنامج ننفذه داخل السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل نحن نحكي على النصوص القانونية لما يعرف الفرد أو الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة أنه ارتكب هذا الفعل أو هذا الجرم لو كان يعرف أنه في عقوبة مغلضة عقوبة شديدة أنا متأكدة أنه سيعيد حساباته ألف مرة توفقها سيدة رانا أنه التعديل والتصحيح لازم يبدأ من القانون ولا برأيك لازم نغير العقلية الذكورية والعقلية الذكورية لمعشف عقلية المرأة والعقلية المغلوطة لعند الأجير اللي قاعدة تنمو تتربى في وسطها العقلية الكارثية طبعا أكيد هي العقلية هي أهم شيء أنا بالرأي أنه نغير بالعقلية ونشتغل من القاعدة أنت ذكرت التعليم يعني التعليم مش سهل إحنا كلما نروح لوزارة التربية أنتوا شو بتكم تحكو لنا إحنا كل شوية بجولنا نحط المخدرات نحط حوادث يسير ما من قدرنا نحط مع أنه هذا الصح أنا مثلا بنعزم يعني أي مدرسة بنعزم عليها بروح ركض ما بسدق أنه لأن أنا باعتبر أنه هي الصغر هو أهم شيء فطبعا هذا هو اللي بغير محاربة الجهل من سلم وبكر طبعا محاربة الجهل إحنا المشكلة عندنا المناهج ضعيفة إحنا بالأردن طبعا مثلا جلالة الملكة رانيا انتبعت لهذا الموضوع عملة مبادرات وبرضه مش بس المناهج أنت بدك تركزي على الأساتذة المعلمين والمعلمات لأنه أنت لو غيرت الكتب لبكرة الصبح ممكن يحطوا نفس أفكارهم الرجعية اللي هم أصلا ضحايا نفس المنهاج أنا برأي اللي بدرسوا هم ضحايا نفس المنهاج فلازم نشتغل على هدول التنين أنا برأي إذا نشتغل هدول التنين بكل العالم العربي رح نشتغل تقدم غير هيك إحنا لو نحكي لبكرة الصبح يعني نظلنا نحاول بس محاولاتنا صغيرة على تغيير المناهج لأننا أعتبر أن التعليم هو الأساس بكل شيء وإحنا تعليم المرأة طبعا من أهم الشغلات بالأردل لدينا محو الأمية يعني سبعة 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 من سبعة من نساء متعلمات ولكن هذا لا يفيد إذا فيه شيء غلط بالتعليم نعم مش مسألة شهادات بالصبت دعوة منك أكيد رهي وصلت ويظهر لي أهم نقطة وصلنا لها وأهم حاجة قلتها اليوم نشكروك سيدة رانا حسيني وسيدة إنعام العشاء على حضوركم معنا وأدلئكم بهذا الكم الكبير من المعلومات فاصل مشاهدينا وبعض فقرة إضاءات وضيفتنا ليلي عبدالجواد أول حكمة كرة قدم دولية في تونس فاصل ونواصل ضيفة إضاءات هي ليلي عبدالجواد أول حكمة كرة قدم دولية في تونس شقة طريقا جديدا أمام مهنة نادرا مخترتها الرياضيات التونسيات طبعا أنت يا أسم أكثر واحدة عارفة أنه في وطنك في تونس ليليا بالفعل جذبت مشاهدينا أنظار مجتمعها حين اختارت هذه المهنة ونالت اهتماما قد يساوي اهتمام مشجعين كرة القدم التونسية بنجومهم هذا التقرير على ليليا ونتابع ليليا عبدالجواد أول تونسية تحكم في نهائي كأس تونس لكرة القدم النسائية عام 2007 هاوية الكرة الطائرة درست الفنون الجميلة ثم انطلقت محكمة دولية في ملاعب تونس دخلت للميدان التحكم على طريق الصدفة يعني نلقى في جريدة إعلان عاي حبو حاكمات وقلت لعليش نجرب حاضية دخلت أبرز المباراة اللي كانت اللي في بيلي اللي هي فريق الأميل كانت في الوطنية ترجي الجرجيس وحمام لنف والمباراة الودية المنتخب التونسي ضد منتخب ألمانيا منتخب التونسي ضد منتخب الفرنسي وكانت زدها مباراة أخرى اللي هي في نطاق تصفية كيس أفريقيا اللي هي المغرب السينيقال ابنة الثلاثين عاما لم تكتفي بتدريس التربية التشكيلية أو المباراة الوطنية بل تطمح إلى المشاركة في كأس أفريقيا وكأس العالم في بالها أنا خرجت معها دفعون جميلة يعني قري مدى التربية التشكيلية قريت في معاعة خاص قريت في مدرسة أعدادية لكن حاليا أنا يعني أنقري في جمعية تأهيل معاقين نحب مضابيرا نكون من أحسن حكمات المتوجداتي أما على صحة تنسية أما على صعيد العالم جرأة ليليا باختيار مهنتها وجهت أنظار المجتمع إليها وبكل روح رياضية هي امرأة لا تتوانى عن رفع البطاقات الحمراء من عرش بوثينة كانت وافقني حصل بلاتون نور اليوم أكيد طبعا ولا زعم خاطر معنا تنسية حاضرة لا من أورا أكيد أنا توقعت أن حكمت كرة قدم حتجيني واحدة ضخمة اتفاجأت واحدة جدا نعومة وحمامة ما شاء الله يعني أهلا وسهلا بك ليليا رحب بك كلتو من نور بوجودكم يا عيشك ليليا من عرش الحكاية الكل بدت بصدفة إعلان في جريدة فصر عنا النتيجة أول لحكم كرة قدم دولي في تونس وكانت تحكيلنا على بالنسبة للتحكيم دخلت عن طريق الصدفة كما قلت أسمى أعلان في جريدة لكن أقبل للتحكيم كنت لعبة كرة طايرة لمدة ثلاثة سنوات بعدين كما قلت بالصدفة أنه دخلت للميدان هذية تدريجيا يعني خطوة خطوة بيش وصلت للمستوى هذية نعم بيقولوا أنه دائما الرياضة أي مجال رياضي بيحتاج شخصية تنافسية بتحب تنافس أيضا الحكم مطلوب أنه تكون عنده هالشخصية وانتي كيف درجة تنافسية عندك أكيد أكيد وخاصة في مجال التحكيم إذا ما تكون درجة نفسية قوية لكن بنزيها يعني أكيد طبعا لأنه بيش أنك تكون حكم ويعني وتقف في نفس المكان ما تنجمش توصل نعم إذا ما تكون عندك طاقة كبيرة بيش توصل للمستوى عالي يظهر لي أنه الفكرة ماهيش واضحة للمشاهد إذا كانوا إمرأة أو إذا كانوا يفكر في أنه ينسج على منوالك ليليا الحكم أو الحكمة في مباراية كرة القدم يحتاج تعليم يحتاج تحصيل تعليمي وأيضا اختبارات يظهر لي حتى يوصل للي وصلت له أنت أكيد أول خطوة يعني قوم بها الحكم أنه يدرس قانون كرة القدم قدش من سنة عنده سنة واحدة يدرس القانون يعني نظري نعم سنة واحدة يقوم باختبار كتابي إذا كان نجاح في الاختبار كتابي يولي تطبيقي تطبيقي نعم وبعدين ذكرنا في التقرير أو ذكرتي بأنه درست فنون جميلة يترى إيش الرابط برأيك بين الفنون الجميلة اهتمامك فيها وبين كرة القدم كحكمة ويترى إيش كمان عندك هوايا تحينا ما نعرف عنها أكيد ما فما حتى رابط يعني فنون جميلة فنون جميلة وحتى تحكيم تحكيم يعني ميدان ناريا بس فن هم فن يمكن فن اي اثنين فن لكن فنون جميلة أنه الدراستي نعم يعني درست لمدة أربع سنوات فنون جميلة وفي نفس الوقت التحكيم نمارس في التحكيم كهوية نعم بس أنت كفنانة مثلا عندك أبعاد معينة تشوفيها نظرة معينة للمحيط ممكن هذه تساعدك في عملك كحكمة برأيك أكيد أكيد يعني يعني لازم يكون عندك نظرة بيش تشوف اللي يجاي بعدين شنو هو والاهتمامات الأخرى عفوا ايش كمان عندك اهتمامات أخرى هوايا الرسم اللي هو الفنون الجميلة عندك حب موسيقى عندك حب أشياء أخرى ايه أكيد رحلات ونحب رحلات ياسر أحب الرحلات أما حب الطائرة هوردي أنت نسيتها ليلي أنت أيضا منضمة لجماعية رعاية المعاقين مش حكا؟ ندرس في يعني كإطار تربوي في جماعية كبار المعاقين هذه مساهمة منك مبادرة منك مبادرة إنسانية تطوعية عنها تطوعية جميل أيضا إذا جينا مثلا إلى حكمة لما تروح تحكم بين مباريات يعني نساء يوم مباريات ذكورية في فرق؟ أكيد كيف؟ الفرق في كيفية التعامل يعني تلقى احترام أكثر من الرجال أكثر من نساء معقول؟ طيب والقوانين نفسها القوانين نفسها ومدة القوانين نفسها مدة المباريات نفسها ومدة الراحة نفسها كل شيء نفسها لكن مش تتعب بدنيا أكثر في البطولات الذكورية أكثر من النسائية؟ أكيد أكيد يعني ما فهمي ما نحنش بش نقول يعني ما ننساوش اللي مش كيمة الرجال كيمة النساء حتى في الطاقة الجسدية مش كيف كيف لكن بهذية عنا تمارين قموا بتمارين بش نتأهله بدنيا؟ جميل بس أنه قلت لنا نقطة أنه الذكور في مبارياتهم بيحترموا المرأة الحكمة أكثر من أي ناحية سبب هذا الشيء؟ الخجل مثلا من المرأة؟ لا لا مش خجل لليك حلوة ولا إيش بالضبط؟ لا مش يعني ما هوش خجل لا لكن يحترموا مفروض أنه يحترمها يعني الحكم يفرض على اللاعب إذا كانه رجل أو مرأة يفرض عليه أنه يحترم خاصة كي تبدأ مرأة تفرض عليه يعني ما نعرش لي أما وقت اللي تخطئ نعرف إن وقت الحكم يخطئ في المباراة كيرثة يصيروا يضربوه بأي حاجة طماطم بأي شيء إذا كان فلت من الجمهور من بعد المرأة وقت تخطئ يتعامل معها بنفس الطريقة؟ كيرثة زيتا يعني تلام بنفس الطريقة أم أكثر؟ أكثر أكثر معنا ليلي عبد الجواد أنت حققتي بالفعل وجودك نتمنى لكل التوفيق ولكل بنات تونس ومشاهدين الكرام انتهت حلقة اليوم هنا آت الحرر دوت كوم وسيلتكم من التواصل معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة